أهلا وسهلا لبنات كديرين بيخير تحمد الله كانت منا تكونوا بيخير أختي وانتو ما كتشاهدوا هيد الفيديو ما تنسوناش من لايكات ديالكم فضلا وليس أمرا كينا لبنات اللي كتنساني من لايك 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 لبنات اللي عنا فعلا سوميت عرضته ضغط لا حوله ولا قوته إلا بالله وندخله في الموضوع مع الخروج طريقة خروج طريقة قال لك الهيبة أو الجسد جسد حمار والعقل عقل فار هي اليام عشنا وشفناه عشنا وشفناه الرجال يتعاطوا مع العيالات ويبعوه ويركبوا على ظهار المران باش تاهم ما يدخلوا الصرف ويدخلوا ميمين ما حشمته ما جاتك عايب خارج حقا وبعدها شكرا شكرا لأنك عطيتي بعض النقط اللي مهمة جدا جدا بحال أنك كتتواصل مع إيمان وكتتواصل مع الزوج ديال سومية وكانك يجيب لك البنت خونا هاد النقطة مهمة جدا هذا دليل على أنك ينتواصل بينك وبينهم وما بعيدش أنك يكونوا قالوا لك خرج لأنهم هما ما عندهمش لوجه وما عندهمش باش يجاوبوا ما عندهمش كيفاش يناقشوا الأمر عارفين ما عندهمش شي دافع قوي اللي غادي خرجوا باش يبرر أوروصهم من التهم اللي حطت عليهم سومية فاشنو لقاوك انتايا لا شغلها مش غالا قالس لما أكله والنعاس شغل نديرو فلان هو اللي غادي هو اللي غادي فق نوي ويحقها مزيان فساف يجاول عندك وانت كذلك لقيتها ساهلة ووجهك صحيح مع لبالكش يعني تخرج في اليوتيوب تخرج شوه طاليق تكون لأم بنتك شي لو قصما بله لو تتهمك بنتك والله ما تهضر علموها بحلكك أنا نقول لك شتي لو تتهمك بنتك قرام قرام تتهمك بنتك ما تهضرش علموها بذيك الطريقة وبالخصوص أنك تقول أرى هادك شي دوزت عليكم دوزتوا عليتي أنا أرى بغا الفلوس بغا تدير الولي ديها الدار علاش لدرت الولي ديها الدار عيب دب عيب الله عليكم أخوتي أخواتاتي واش دب اللي بغا تدير الولي ديها الدار واش غادي تجوج وتطلق وتعود تجوج ليش واش الدار تتجي من الجواج فهموني أنا ما فهمتش واش كينا شوحدة تتجوج بتدير الولي ديها الدار واش دب هي عارفة هادك اللي غادي عنده اللي هو المزلوط ما عنده تعشالي لبينة من كمارتو وتشعد تاني تهوه ياكو تشعد دول دار الكرو عنده مره اخرى باش يدير الولي ديها الدار ياك وفهموني يا فهموني عليا كانت غادي ناوية تفتح قانات فاش يلا بش تجوجت كانت غادي ناوية تفتح قانات ها ما تبقاش تقولوا الحاجة اللي ما كيناش ارى والله يمهل ولا يهمل ارا ماشي حدا تاهدو عليها وووووو واناكم درتو اليد في اليد وانا كل كم يوليتو ضدها تقريبا تسعين في المية اوو لسبعين في المية دي القانوات لولاو ضد سومية فماشي ماشي نهاية باناكم غادي تنهيوها او الا انكم غادي لأنها تكون قوى من هذا الشيء كامل وأنها لا تستسلمش وأنها تبقى شادة في نفسها دبشتوها مفروقة على أولاد هذو الجوج قلتوا أرى مفروقة على الخراق هذا هو الهدف ديالكم وانت حدكش تكمشي تلقانون نحن عارفين تبارك الله القانون ديالنا ما شاء الله كمشي تلقانون الله تتاخد بنتك كون بغيت ياقو لك انت ما عندك مذي رب بنتك غي هادرة أخاوية ولقيت الفرصة باش تطلع قاناتك باش تتخرج باش تتعرفك الناس ولكن سؤال واش هتتبقى على هذ المحتوى حيث رقلتين للناس غي تبعوني رقل القانابل وكين الجديد وكتر من سلسلة رمضان كتعرف رمضان انت بعدك وكتي كتعرف رمضان قعم تدري الفعيل ما تفتحش قانات وتكون بهذا المحتوى وبهذا الجرأة وبهذا الخباتة انك تهدر على الطليقة ديالك وما كتهدرش على بنتك فقط كتقول رها كانت تعيش معي وها كيفاش وكيفاش احترم السيدة اول حاجة بقى على ديمة رجل لكنش راجلة بعدها حيث كوك الرجل هو مغادش يخلي ما يعطكش اليدن انك تخرج لان انت خرج باليدن دياله ما دم كتعرفيه وما دم عندك تواصل معه انا متأكدة مية في المية ما يمكنش تخرجي هاد الخرجة بلا ما تقولي لي قالا سنستافاش نبال لك نخرج ندير فعل 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 اولا هوي كنت تصل بك اقول لك ها الكاش ديالك غسير متأكدة بانه هما اللي عاطينك اليدن باش تخرج وكيفاش هو كانت يجيب لك باش من حق كانت يجيب لك البنت تشوفها اش دخلوا في هاد الامور هادي ها اش دخلوا في هاد الامور اللي كانت يجيب لك البنت خونة انك تشوفها على ما كانش القانون باش تشوفها ولا كيفاش يقلت يا عندك الحق باش تشوف بنتك لش كتشوفها خونة وفهمت احنا فهمنا احنا فهمنا لكان عندك الحق انك تشوف بنتك وهي ما كتخليكش ارا اكيد غادي تعاقب فعلش هي ما تعاقبتش ولش تكتشوفها خونة هداك سؤال وفلنا فقد يال البنت علش ما كتنفخشها لياه على العموم خدتكم تعرفوها البنات هاد الانسان اللي خرج دابع ما خرجش من فارغ هاد الانسان كان اللي دافعهم اللور اللي هما الطرفين الاخرين ركسمتوني كيقول تحية لاختي ايمان وتحية للسيد الراجل ها حتى ايمان كتعرفها يعني شخصيا انت ايو شايفا يعني انتو ملاعبين لعبتكم من مورة هارثومية دبا فين كي الخبط فين كي تجلى في كل فيهم عفتو انتو ما باشا راجلك يكون يعرف طاليقك و يكون يتعامل معه هنه تعرف بانه كينا كينا هنه يا المصيدة وكينا انه حتى ما يمكنش الراجل يتعرف على الطاليق الطاليق ما غاديش يعود يعود عليك الزوينة احنا عارفين اتشي بخصوص المغاربات قريبا واحد سعين في المية ما عمرش و تطلق واحده و يبقى يعود عليها بزوين ابدا حتى هاك داخل ديرو تبقى حقد ممكن تطلقوش بال احنا يعني الطبع ديالنا هادا ماشي احنا نصارة باش حقا صافي بسلامسلا بمقاون دكشيلي في القلب زوين على بعض اياتنا لأ وخي يكون ده الزين كتر من الخيب يجبدلك على الخيب و يخليلك الزين وكيف يزع ما انتك يعرف رجلها هذا رجلها شغل يكون يستفد من المعرفة ديال طاليقها مع العلم ان طاليقها ماشي توا من العائلة او لا في نظاركم غي حلوها انتم في عقلكم البنات وجوبوني هاد السيدة سومية غلطت واحد الغلطة انها خرجت خرجة لي بلا فرين وعينا نقول لها ما تخرجيش هاد الخرجة لي بلا فرين ما تخرجيش ماد الخرجة لي بلا فرين بلا فرين ولكن كانوا واحد الضغط قوي من التعالق كانوا من الطرف الاخر هما اصلا كانوا في صالحهم انه سومية خرجت هادر وخرجت هادرت وقالت لي كاين وركزت على نقاط اللي بساط وهم مرجعوا عليها ولكن خاصة تكون قوة من هاد الشي مادم خرجت ومادم عطات وجهة لهد العالم لي صراحة صعيب بزاف خاصة تكون قوية وتكون قدو وتحدى الجامع ونصيحة ما تجاوبش بحالة النوع هادة ما تجاوبوش تخليه يطبل ويقول حتى الغداء تعيد يبشي لا بغى بنت وراء القانون يمشي يشوفها ما يجيش يعود نحن القيصص اللي دازت مع طالقته ودوك لك يطبلوا لي وبغين يفهموا منه ودوك رغي من الطرف الاخر من الطرف الاخر بغين يعرفوا سومية ومن ما تجاوبوش ينحن وكذلك جامعة ايضا قادم بغين ايضا ايضا فين قدام الباب وعفتوا الفيلات كديرين على البحره اه بشيش ريلاد دار ويا اخداشكم زالت وادا كرا عفتين نخرى دخلت لي دخلت علي مباركة مسعودة تدخلت سمي عدر الدار دخلت عنده غيفة الكرا وعده مره اخرى سميت زوجة زواج النية واكيد ربي ما غادش يخيبها وقع الناس اللي تقلبوا ضدها وما عارفين شنتو ما الحقيقة وما عشتوش معاهم وما شفتوش وما خرش تحتل الطرف الاخر ما خرش قلب اننا نرى هاتشي كذوب اولا نفاشي حاجة وكتدفع لي هاكا كرغم الظلم فاكيد ربي كبير وكل واحد غاد ياخد حقه